السلام عليكم يا جمعين إن شاء الله بهالفيديو راح يشرح لكم أفضل ثلاث مواقع استخدمهم لتحميل المقاطع من تيك توك بدون يوزر الشخص وشعار تيك توك اللي هو العلامة المائية فإذا استفت من المقطع تبعنا أنك تنشرب بينها لك ورابعك خليهم يستفيدون منه ومن فترة شرحت لكم أفضل ثلاث برامجة تنزيل المقاطع من الانستجرام بوست وريليز وستوري وهايلايت وكل شي فبعد بحط لكم رابط هالمقطع تحت في الوصف إذا تبيجوا تنشرب بينها لك ورابعك تستفيد منه موجود تحت في الوصف طبعا كل الروابط اللي بهالشرح بتحصلونه تحت في الوصف أول موقع باستخدمه SSS Tic بتكتب السفاري SSS Tic وبتحصل الموقع اللي استخدمه طبعا إذا انت تستخدمه في الآيفون تقدر من سهم المشاركة تحفظ المقطع عندك في الشاشة الرئيسية كتطبيق آدته مسكريا وتحفظك كتطبيق وتسوي آد وبيكون عندك بهالطريقة لا نمسويها وبعض الموقع فيه منها تطبيق يعني مثلا SSS Tic ترى موجوده كتطبيق تشوف download with app تضغط على السهم ويوديك على App Store أو Google Play على حسب هو موجود على أي نظام هو موجود على Google Play ما موجود في الApp Store تقريبا فإذا انت من المستخدمين للGoogle Play تقدر تنزل عندك لكن عادي تقدر تستخدمه كموقع بالنهاية يلا مثلا أبي هالفيديو بانسخ رابط هالمقطع copy link وبروح الموقع وسألأ paste تحميل شوف جاب لي ثلاث روابط للتحميل بدون علامة مائية واحد بدون علامة مائية اثنين download mp3 باختر بدون علامة مائية الأول عادي يعني close إذا جاك إعلان وتنطر شوي جاب لك الصفحة هذي طبعا عندها آيفون يعرف هالصفحة تضغط على more save video بس بهالطريقة نحفظ عندنا في الستيديو تروح الستيديو بتحصل هذا هو المقطع بدون علامة مائية وهو نفس المقطع في تيك توك نزلناه عندنا في الستيديو بدون علامة مائية و HD نفس الجودة اللي موجودة في تيك توك الموقع الثاني اللي معانا بهالفيديو قم بتنزيل فيديو آخر او تحميل المسار من الفيديو وبعد نفس الشي more save video وبعد نفس الشي هذا هو الفيديو موجود عندنا في الستيديو بدون العلامة المائية لتيك توك والموقع الثالث والاخير معانا بهالفيديو شرحته من قبل لكم سناب تيك هذا هو سناب نفس الفكرة تنسخ وتلسق الرابط اللي تبيه وبيجيب لك اكثر من سيربر تختار السيربر اللي تبيه مثلا الاول ما اشتغل معاك تستخدم الثاني الثاني ما اشتغل تستخدم الثالث وبهالطريقة باخد السيربر الثاني لانه full HD كالعادة تكنسل الاعلان ما للموقع هذي للاسف ان تكثر فيها الاعلانات جاب لك خيار داونلود او فيو داونلود طبعا وبينازل عندك من سهم المشاركة اللي فوق عندك في سفاري او تحت على حسب انت وين حط بار البحث وما سألت وك تتحمل معاك المقطع خلاص تضللت الدائرة بالسهم تروح داونلود هذا هو الفيديو عشان اكون معاكم صريح استخدمت السيربر الاول ما اجاب للمقطع واستخدمت السيربر الثاني بعد ما اجاب للمقطع استخدمت السيربر الثالث وهذا هو المقطع بدون علامة مائية سهم المشاركة سيف فيديو ينحفظ عندنا في الاستيديو بدون العلامة المائية بدون العلامة المائية لتيك توك فمثل ما قلت لكم انت تجرب السيربر ليضبط معاك ترى فيه سيربر يضبط السيربر الثاني ما يضبط وبها الطريقة مثل ما تشوفون الجودة شلون مثل جودة فيديو تيك توك بالضبط فبس والله جماعة حبيت أشرح لكم هالفيديو لأنه وايد نسألت في الانستغرام في الاسناب في تويتر رائد شلون نحمل مقاطع من تيك توك بدون علامة مائية فبس والله هذا الفيديو وصل لكم وأتمنى تنشرونا بين أهلكم بين رابعكم خلهم يستفيدون من المقطع وبحيث لو في تفاعل على الفيديو أساوي فيديو ثاني جزء ثاني من هالسلسلة بحيث لو في موقع شير معاك وما تحب تستخدمه بمواقع ثانية أو برامج ثانية أسأل لكم جزء ثاني من هالفيديو إن شاء الله وهناها الشرح لهالفيديو إن شاء الله كما استفدتم الشرح ولا تنسى اللايك والسبسكرايب والكومن تحت الفيديو والشير طبعا يا طيك من عافية السلام عليكم ورحمة الله